طيب وهل هي ما أدهدت نفسها؟ بسم الله الواحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وبعد بداية يجب أن نعلم أن حق الجنين يجب أن يعرف ويجب أن نعلم أن هذه روح لا ينبغي بحل من الأحوال أن تجهد بطريقة غير شرعية وعندما نتكلم في هذا الموضوع نجد أن هذه غريزة أو غاية اتفق فيها الجميع غاية أن كل إنسان يريد أن يكون له ولد حتى الأنبياء من قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام كان بلغ من العمر أكثر من ثمانين عام ومع ذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون عنده الولد وأنجب في هذا السن ونجد أن سيدنا زكريا عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكون عنده الولد دعا ربه أن يكون عنده الولد وطلب من ربي هذا الطلب ربي الله تذرني فرضا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له رغم أن زوجة سيدنا زكريا كانت لا تنجب كانت عاقر يعني آلة الإنجاب عندها معطلة ومع ذلك طلب الولد فأعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة الولد فينبغي أن نحترم هذه النعمة العظيمة التي يعني يتفق فيها الجميع فعندما نتكلم عن قضية الإجهاد يجب أن ننظر إليها نظرة شرعية هل الشرع أباح الإجهاد أم لا عندما يعني تمر المرأة بأربعة أشهر من الحمل بعد أربعة أشهر اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاد على حرمة الإجهاد ولكن هناك حالات استثنائية هناك حالات استثنائية أباح فيها الشرع الإجهاد أباح الشرع فيها الإجهاد زي أي مثلا؟ يعني عندنا مثلا المرأة إذا تسبب هذا الحمل في وفاة المرأة أو تعب المرأة فنحن نبقي على الأصل ونترك الفرع نبقي على المرأة التي هي الأصل ونضح بالجنين في حالة إذا كانت المرأة سوف تهلك بهذا الإنجاب وفي الحالة أخرى إذا كان الجنين مشوهاً مثلا إذا كان الجنين مشوهاً أباح الشرع بالإجهاد ولكن إذا كان هذا الجنين المشوه فيه ضرر على المرأة أما إذا كان الجنين ليس عليه أضرار ما فيش أضرار على المرأة لا يبيح الشرع الإجهاد أما في الحالات أضرار صحي على المرأة في التشوه الجنين؟ ضرر صحي على المرأة أما إذا كان لا يعني ما يتسببش هذا التشويه ده بالضرر الصحي على المرأة لا يجوز الإجهاد لا يختلف عن الحالة الأولى المهم أنه في حالة إذا فيه أذى صحي على المرأة هنا يبقى فيه طبيعي لأن الأصل ده الأذى ولا الأذى الصحي حضرتك تكلمت على حالتين في سياق واحد قلت الخطر على حياة الأم وفي الجانب التاني برضو في التشوه هو خطر على حياة الأم الأذى الصحي فقط وكمان من داخل الكلام ده عندما أباح الشرع بإجهاد المرأة في هذه الحالات لابد أن تعرض المرأة على طبيب ثقة عنده ضمير حي هو الذي يقول هذا الكلام أما قبل الأربعة أشهر الأول فهذه مسألة خلافية بين العلماء الأحناف قال بالإباحة مطلقة والشافعية قال بالحرمة الشافعية قالوا بالحرمة فلما عندما تتكلم في الإجهاد على إطلاقي لا يجوز طبعا أنا ما تكلمتش لا يجوز الإجهاد على إطلاقي أنا كنت واضح يا شيخنا تماما قلت أنه فيه اختلاف فيه الرأي وليس هناك أدلة ثبوت على تجريم الإجهار ده اللي أنا قلته نصا قلت أنه الفقهاء اختلف تمام وقلت كمان ما قلتش أباحة الإجهاد بشكل عام أنا حددت أربع حالات وطحين الخطر على حياة الأم تشوه الأجنة الاقتصاب وحمل السفاحة أربع حالات بيتم استثناءهم وفقا للقانون ينظم هذا الشكل الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية تنزلها على الإغتصاب والحالات اللي حضرت بتكلم عنها ده تأخذ نفس الأحكام ومش هتأخذ حكم لوحدها يعني هل من حق المختصبة الإجهاد الآن إذا أبحث ما أنا أقولت نفس الأحكام اللي أنا قلتها لحضرتك هي نفس الأحكم يعني من حقها أنا فهمه من حقها إزاي إذا كانت مختصبة وحصل حمل هل من حقها تخلص في إجراء الجنين نحو بيتكلم في الجزء الشرع فإن بقول القانون يجرم يجرم أنا بس إذا كانت هذه المرأة الشيخ مش جايه الكلم في القانون الشيخ جايه الشريع إذا كانت الإختصاب إذا كانت المرأة المغتصبة هذا الجنين هذا يعني على طول يعني إذا كانت المرأة المغتصبة هذا الجنين ليس هناك أضرار ليس هناك أضرار طبية ولا جسدية ولا غيره فإذن لماذا الإجابة هنا أنا أريد أن أصل لك بس أستاذ ماجدي لأنه هل من الدين أن يقبل أن يتم حمل بغير رضا طرف يا أستاذ ماجدي أنت بتفتح علينا حضرتك قلت شرعا أنه لغاية الأربعة شهر ليه دا يا وائل بي حتى الكلام الأولاني اللي كان هيوقل اللي هو في حالة يا أستاذنا أنا برد بس عليه في الجزء الشرع واحدة واحدة بس عشان شرع حسامها لك أهو شرع حسامها لك هو قال هل أربعة تشهر هو بقولي الحياة قبل الأربعة تشهر شرعا ليس تروح متفقين على دولة مختلفين لا ماشي وفيه اللي قال حرام وطلق سواء قبل الأربعة من أول يوم لحد دوم في الدين في الرحمة الله احنا بناخد بأخف التفسيرات مش في أشده تمام في أخف التفسيرات قال أربعة تشهر لا يوجد روح بنتعامل معه وفق ما قال فضيلة الشيخ المفتي أنه زي نبتة النبات يتحرك ولكنه بلا روح فحضرتك دلوقتي الحديث عن الحياة قبل الأربعة تشهر هو أمر مش شرعي وبعد التفسير هنكمل معه